بسم الله الرحمن الرحيم طلابي أعزاء طلاب الصف الأول الأعدادي مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية اليوم سوف نتحدث عن درس أنواع الخبر وهو درس مهم جدا خدناه في الصف السادس الابتدائي والنهاردة هنبدأ نكمل بنفس الأشكال ونفس الأنواع اللي احنا خدناها ولكن بتوسع شوية طيب أنواع الخبر لو حد فاكر أنواع الخبر كنا بنقول عليهم ثلاث أنواع قبل ما نخش في الثلاث أنواع نبدأ نعمل تمهيد بسيط كده على مراجعة بسيطة على الجملة الإسمية الجملة الإسمية تتكون من ركنين أساسيين زي ما اتكلمنا قبل كده كتير من أول ربع ابتدائي وإحنا حفظين وعارفين الكلام دوت المبتدأ والخبر ولكن المبتدأ لازم نكون فاهمين أنه لازم يكون اسم ما ينفعش أنه يبقى فعل أبدا هو اسم مرفوع يقع في أول الجملة غالبا وقد يتأخر تبعا لصياق الكلام يعني ممكن أننا عارفين أن المبتدأ الأساس بتاعه هو بيجي في أول الكلام ولكن في بعض الحالات المبتدأ بيتأخر شوية عن الخبر بتاعه ده هنعرفه بعدين مش للوقت نيجي بعد كده في الخبر الخبر يا جماعة لما بنيجي نقول نشرة الأخبار يعني نشرة الأخبار يعني النشرة اللي بتديني المعلومات جميل فكلمة الخبر يعني المعلومة اللي هتكمل لي معنى المبتدأ يبقى الخبر هو ما نفهم منه المبتدأ وهو الذي يكمل معنى الجملة وهو مرفوع وله أنواع وليس شرطا أن يكون الخبر هو الكلمة الثانية بعد المبتدأ يعني زي ما اتكلمنا قبل كده أن الخبر مش شرط أنه ييجي بعد المبتدأ على طول ممكن ييجي كلام تاني أو بعض الكلمات الأخرى والخبر ييجي في أخر الجملة مثلا فإنت لازم تحدد بعد ما حددت المبتدأ لازم تحدد بعد كده فين المعنى اللي هيكمل لي معنى المبتدأ دعا ناخد مثال بسيط جدا أساسي وبسيط قوي الطالب مجتهد لما أجأ أقول الطالب أول سؤال لازم تعرفه تقول ماله ايه ماله دي؟ ماله دي هي اللي بتعرفك فين هو الخبر الطالب ماله المعلومة اللي أنت أول معلومة أو أول معنى عايز توصل للمعنى الطالب ماله فهتلاقي إن هي كلمة ايه مجتهد ده طبعا مثال بسيط جدا عشان أوضح لك بس انت بتطلع الخبر ازاي تعال نشوف الأول أنواع الخبر أو نراجع عليهم بسرعة وبعدين ناخد أمثلة كتير على كل نوع أول نوع المفرد والمفرد هنقف معاه شوية على الرغم أنه سهل جدا ولكن فيه جزئيتين خطيراتين الجزء الأول أن معنى مفرد هنا مش معنى أن الكلمة جاي عددها أو بتدل على عدد المفرد لأ معنى مفرد هنا هي معناها أن الخبر المفرد ده جاي كلمة واحدة ليست جملة وليست شبر جملة ركز قوي في الكلام ده يعني معنى كلمة مفرد هنا مش معناها أن هي بتدل على العدد المفرد أنه بيدل على واحد أو واحدة يعني ما أقولش مثلا لازم أقول العدد الخبر المفرد أقول مثلا الطالبة مكتهدة بس لا طبعا أنا ممكن أقول الطالبات مكتهدات مكتهدات هنا خبر مفرد ليه لأنه كلمة واحدة ليست جملة وليست شبر جملة مش بتكلم على أن هي بتدل على العدد ودي حاجة مهمة جدا النوع الثاني هو نوع الجملة يعني هي جملة بقول الخبر هنا نوعه في الجملة بتاعتي عبارة عن خبر جملة لإما خبر جملة اسمية لإما خبر جملة فعلية وده هنشوفه بالتفصيل دلوقتي النوع الثالث هو شبه الجملة ونقف برضو عند شبه الجملة شوية ما معنى كلمة شبه جملة الأول شبه جملة يعني ولا هي جملة ولا هي مش جملة يعني حاجة كده شبيهة بالجملة لكن ما تديش معنى لوحدها يعني فهمت يعني مثلا مجا أقول مثلا في الحديقة في الحديقة دي كلها على بعض كده دي شبه جملة عبارة عن جار ومجرور يعني حرف جار وإسم مجرور لكن لوحدها لما تقول لي في الحديقة هتقول لي هو إيه أو مين أو إيه فدوة اللي أنت لازم تعرفه إن شبه الجملة هي ممكن تبقى كلمتين أو أكتر ولكن مش بتدي معنى الوحدية فلازم تتحط مع شيء معين عشان تدي معنى للكلام هو ده معنى شبه الجملة هتوقف الفيديو في أي لحظة عشان تبدأ تراجع المعلومات الأولية ديت قبل ما نخش على كل نوع من أنواع إيه الخبر تمام؟ أنا عشان الوقت عشان مباشي الفيديو طويل جدا هنبدأ إن إحنا زي ما قلنا هنشرح ولو فيه حاجة ده مش فاهمة هتبدأ توقف الفيديو وترجحها مرة واثنين نبدأ بقى في أول نوع النهاردة هو خبر المفرد زي ما اتكلمنا الخبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة ولا يحتاج إلى رابط آه يعني إيه رابط دي؟ أنا لما أجي أتكلم عن المبتدأ وأتكلم عن الخبر لازم أربطهم برابط يعني لازم أربطهم بحاجة معينة تبقى في الجملة أفهم إن الخبر ده بيعود على المبتدأ ده تمام؟ ولكن في الخبر المفرد الكلام بيبقى بسيط قوي بدي معلومة مباشرة فبقول أحمد أحمد مكتهد أحمد مكتهد تمام؟ خلاص أحمد ماله يبقى مكتهد أدي مكتهد وأدي خبر موضوع سنبله بسيط جدا لكن في الخبر الجملة وشبه الجملة لازم يبقى فيه رابط وخاصة في الخبر الجملة ممكن شبه الجملة كمان ما يبقاش فيه لكن المهم عندي في الخبر الجملة بيبقى فيه رابط تعالوا خلينا في الخبر المفرد الأول لا يحتاج إلى رابط اللي هو بيبقى دايما ضمير موجود في الجملة وده هنعرفه بعدين لكن المعلومة الأساسية هنا أنه بيتطابق المبتدأ مع الخبر المفرد بتاعه في النوع وفي العدد يعني لو المبتدأ جي مفرد هيبقى الخبر مفرد لو المبتدأ جي مذكر هيبقى الخبر مذكر المبتدأ جي مؤنس هيبقى مؤنس تعالوا نشوف الأمثلة اللي موجودة معنا الصبر جميل ده مبتدأ وخبر هتلاقي هنا الخبر مرفوع علامة رفعه الضم لأنه مفرد اللي هو كلمة جميل طيب الطالبان مجدان طالبان مجدان هتلاقي المبتدأ والخبر برضو مرفوعين تمام وهنا علامة الرفع اليوم مؤمن الاتنين برضو هتلاقي الألف ليه لأن الاتنين بيدلان على المثن المجدون فائزون المجدون فائزون برضو المبتدأ والخبر مرفوعين علامة الرفع هنا الواو لأنه جمع مذكر سلم طبعا مهم جدا أنت تكون مراجع على علامات الإعراب سواء علامات الرفع أو النصب أو الإيه أو الجر الطالبات ناجحات مبتدأ وخبر مرفوع علامة رفع الضم لأنه جمع مؤنس سلم إذن الخبر المفرد هو خبر بسيط أول معنى بيجيه لي بعد المبتدأ وبيكون كلمة واحدة وما فيهاش فعل ولا حرف جر ولا ظرف بتبقى عبارة عن اسم هو اللي بيكمل للمبتدأ نقول عليه خبر مفرد على طول طيب تعال أبقى نبص على الخبر اللي بعديه وهو خبر الجملة خبر الجملة عندي نوعين لإما هقول خبر جملة اسمية لإما هقول خبر جملة فعلي عشان كده احنا قلنا النوع دوت مهمة قوي لأن ده النوع اللي بيبقى محتاج رابط أو ضمير كده يعود على المبتدأ وأنا بربط الخبر بالمبتدأ لازم ألاقي جوه الخبر بتاعي ده اللي هو الخبر الجملة رابط معين طيب تعال نمشي واحدة واحدة ونشوف المثال لابد من وجود رابط يعني عائد أو ضمير يربط الخبر اللي هو الجملة الإسمية أو الفعالية ده بالمبتدأ اللي قبل يوم زي لما بقول مثلا خبر جملة اسمية مكونة من مبتدأ ثاني وخبر للمبتدأ الثاني يعني إيه كلام دوت لما جاءوا مثلا إيه الإسلام خيره كثير الإسلام خيره كثير طيب لو جينا بصنا على كلمة الإسلام هتتعارب إيه دي مبتدأ لأنها في أول الجملة الإيه الإسمي مبتدأ مرفوع لها مترفضة جميل خير خلي بالك بقى بص الجملة دي ماشي إزاي في عندي خير وعندي الهاء وعندي كثير يبقى مكونة من كم حاجة من ثلاث حاجات اسم وبعدين ضمير لازق فيه هو زي ما شايفين اللي هو الهاء وبعدين كلمة تانية اللي هي كلمة كثير لما جاء أقول للإسلام وأقول خيره وبس وأسكت فيهمت حاجة تمام ما فيهمتش طب هاجة أقول الإسلام كثير هل دا المعنى اللي هو عايز يقصده هنا لا يبقى المعنى اللي عايز يقصده من كلمة الإسلام أو الخبر اللي عايز يخبرني بيه إن خيره كثير كلها على بعض يبقى خيره الوحدة ما تنفعش وكثير مش دا المعنى اللي هو المقصود يبقى خيره وكثير كلها هي لإيه الخبر تعالي بقى نفصصها واحدة واحدة قلنا الإسلام مبتدأ خيره تبقى مبتدأ ثاني يبقى الخبر اللي هو الجملة الإسمية بيبقى مكون من مبتدأ ثاني طب ليه قلنا مبتدأ ثاني عشان نفرق بينه وبين المبتدأ الأول اللي هو بتاع الجملة الأساسي مش الإسلام دا مبتدأ طب أنا للوقت خيره وكثير دي عبارة عن خبر جملة إسمية مكونة برضه من مبتدأ وخبر وبينهم دي بقى المهم وبينهم ايه اللي هو الهاء فعشان كده بقول خير هتبقى مبتدأ ثاني مرفوع لما ترفع الضمة الهاء دي اسمها هاء الغيبة يعني بتدل على الغائب ضمير مبني في محل جر مضاف إليه ومعلومة كده على الماشي أي ضمير متصل بإسم لازم يكون في محل جر مضاف إليه تمام تمام كلمة كثير خبر للمبتدأ الثاني إذا هو كثير هتبقى خبر للمبتدأ الثاني ولا خبر للإسلام لا هي خبر للمبتدأ الثاني اللي هي كلمة إيه خيروه طيب نيجي بقى في الجملة الإسمية كلها على بعض اسمها خيروه كثير دي مكونة من إيه مبتدأ ثاني وخبره اللي اتنين دول اعربهم إيه بقى مع بعض في محل رفع خبر المبتدأ الأول يعني إيه بقى يا مصر خيروه كثير كلها على بعض دي المفروض إن هي دي الخبر المرفوع صح طيب هل ينفع أقول إن خيروه مرفوع أو كثير مرفوع فده اللي اتنين اسمهم خبر مرفوع لا لما بتلاقي إن الخبر جملة أو شبه جملة بدل ما بقول خبر مرفوع بقول بعديها أو مكانها يعني في محل رفع خبر في محل رفع خبر محل يعني مكان يعني الخبر ده جيه مكانه هنا إن هو مرفوع فبقول في محل رفع خبر فلما يكون الخبر الجملة أو الشبه جملة لأنهم بيبقوا أكتر من كلمة فمنفعش أقول إيه مرفوع لما ترفقوا الضم على طول فبقول مرفوع بس بطريقة تانية فبقول في محل رفع خبر طيب نيجي بعد كده في الخبر الجملة الفعلية الخبر الجملة الفعلية بيبقى مكون من فعل وفعل ودي بتبقى أسهل بكتير بالنسبة للاستخراج ليه لأن دايما بعد المبتدأ لما بشوف ألاقي إن المعنى اللي عايز يكمل للمبتدأ جاي فعل بطلغبط شوية لأ بطلغبط شوية حاجة هو دا الخبر بس شكله هنا خبر جملة فعلية فبقول مثلا الصدق يسمو بالفرض يسمو يعني يعلي أو بيعلي من شأن هذا الإيه الإنسان لما يكون الإنسان صادق الناس بتحترمه أوي فبنقول إيه الصدق يسمو بالفرض طيب الصدق خلاص عارفين إن هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفوع الضم يسمو هللاقي إن هي فعل مضارع طيب الفاعل بتاع يسمو فين؟ هو حد يقول الصدق هزعل منه هنا ماينفعش الصدق لأن الصدق خلاص هيليها إعراب المبتدأ ماينفعش إن أنا عاربها مبتدأ وعاربها فاعل ماينفعش هما الإيه اللي بيحصل؟ عند كلمة بعد كلمة يسمو هنا هتلاقي في ضمير مستطر مختفي بيدل على الصدق مين اللي بيسمو؟ هو صح؟ هو دي بقى عيدة على مين؟ على الصدق طيب أقول الصدق يسمو بالفرض مين اللي يسمو هو؟ اللي هو عيدة على الايه؟ الصدق فالفاعل هنا هتلاقي ضمير مستطر تقديره هو الجملة الفعلية كلها بقى اللي هي يسمو بالفرض أو يسمو هو بالفرض فين الفعل والفاعل الأول؟ يسمو هو طيب هو مش موجودة مش مهم ده اسمو ضمير مستطر هو ده الرابط؟ آه هو ده الرابط يبقى الرابط اللي كان في الجملة الأولى كان باين اللي هو في الخبر الجملة الإسمية الرابط اللي في الجملة الفعلية 90% بيكون ضمير مستطر 90% من الجمل بيكون ضمير مستطر تمام؟ طيب يبقى الجملة الفعلية يسمو هو في محل رفع خبر المبتدأ تعال نبص بقى على النوع الثالث وهو نوع أسهل شوية اللي هو شبه الجملة قلنا ويكون في محل رفع برضو خلي بالك الخبر الجملة والخبر الشبه الجملة ماينفعش اقول عليهم خبر مرفوع كده على طول لان هم اكتر من كلمة فبقول ايه في محل ايه رفع طيب وهو لا يحتاج لضمير رابط يعود على المبتدأ حلو كده يعني احنا قلنا الضمير الرابط بيكون في الخبر الجملة الاسمية او الخبر الجملة الفعلية فقط المبتدأ لا يحتاج الى رابط شبه الجملة لا يحتاج الى رابط طيب تعال نشوف الشكل بتاع شبه الجملة اللي ممكن ييجي ممكن ييجي ظرف زمان أو ظرف مكان وبعديهم مضاف إليه أو لا على حسب وممكن ييجي جر ومجرور يعني إيه جر ومجرور؟ حرف جر ومجرور بعد إيه اسم مجرور زي ما بقول إيه اللقاء اليوم يعني إيه اللقاء اليوم هنا اللقاء مبتدأ واليوم هنا إيه خبر بس هنا خبر ما له شبه إيه شبه جملة الحق فوق الجميع الحق فوق الجميع يبقى فوق الجميع دي إيه خبر شبه جملة برضو نيجي في الشكل التاني من شبه الجملة اللي هو الجر والمجرور الخير في الإسلام مثلا فهتيجي تقول إيه في حرف جر الإسلام اسم إيه مجرور طيب يبقى هنا خبر شبه جملة طيب نموذج إعرابي يعني نموذج إعرابي يعني هنبدأ نعرب بالنموذج دود ونشوف هنعمل الإعراب إزاي الخير في التعاون الخير في التعاون الخير هنا مبتدأ مرفوع على مترافق الضم في حرف جر مبني لا محل له من الإعراب وده إعراب أي حرف هولاد في الدنيا أي حرف هتقول كده حرف مبني لا محل له من الإعراب سهلة؟ يعني لو الوا بيجي يقول لك يا عارب لي و تقول لك حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب طب في نفس الكلام خلاص؟ طيب التعاون اسم مجرور لأنه جاي بعد حرف الجر فنقول اسم مجرور بفي وعلامة جرهه الإيه؟ الكسر شبه الجملة بقى احنا قلنا في التعاون لوحديها اللي هي شبه الجملة ده ينفع دي الديني معنى لوحده؟ ما ينفعش لكن الخبر الجملة الخبر الشبه الجملة بيديني معنى بس لازم يكون فيه رابط يربطني بالمبتدأ اللي قابليهم عشان أكمل معنى لإيه؟ الكلم خلي بالك من الإيه من الموضوع ده لكن شبه الجملة لما أقول فيه التعاون ملاش إيه؟ ملاش لازمة غير لما أكون حاطتها الخير في التعاون تمام؟ يبقى الجر والمجرور ده هيتعارب ازاي؟ هتهرب كل واحدة لوحدية فيه حرف جر التعاون اسم مجرور لكن شبه الجملة كله هتقول إيه بقى؟ في محل رفع خبر المبتدأ تمام؟ طيب فعلا بقى نبدأ نشوف الأمثلة الكتير اللي هتبقى متنوعة على الأنواع المختلفة ونبدأ نشوف هي محتاجة نقول نوحة إيه؟ وهل محتاجة رابطة لأة؟ وهنت تستخرجه من زيه؟ الصدق خلق جميل يبقى الصدق مبتدأ والخبر هو إيه؟ خلق النوع هنا إيه؟ مفرد إيه ده مصدر؟ طب هو ليه ما قلناش بقى إن خلق جميل هي الخبر كلها على بعض لأن ده كده المعنى أجمل وأحسن لا احنا اتفقنا الخبر هو أول معنى يجيلك بعد المبتدأ ولو سكت يديني معنى مفيد يعني الصدق خلق طب انت يا مصر كده ما أكملتش هو خلق إيه؟ حلو وحش جميل سيء إيه بقى؟ لا دي اسمها بعد كده صفات أو حاجات زيادة لكن المعنى الأساسي الصدق ماله لما قلت ماله قال لك إيه؟ هو خلق ويبقى كده الخبر يوصلني تمام الحاجة التانية لما أجي أقول إن خلق جميل وعايز تخليها إن هي خبر جملة مثلا إسمية فين الرابط؟ الرابط هنا لازم يكون فيه ضمير موجود بين خلق وبين جميل هلو كده؟ لإما لازم في كلمة خلق لإما ضمير اللي واحده منفصل فلازم يكون فيه رابط أو ضمير عشان تقول إن هنا فيه خبر جملة إسمية دي حاجة مهمة جدا وتحط عندها مئة خط تعيد الفيديو أكتر من مرة وتكتبها عندك في كشكول الملاحظات بتاعتك المصريون متحدون مكتوب المصريون أو المسلمون هي هي يعني المصريون أو المسلمون نفس الجمع مذكر سالم متحدون هي دهت الخبر طب الإسلام خيره كثير الإسلام برضو خيره كثير هي الخبر وهنا خبر جملة إسمية المؤمنون أخلاقهم حميدة هنا أخلاقهم حميدة هي الخبر وخبر جملة إسمية ملاحظين بقى في خيره كثير وأخلاقهم حميدة ايه اللي حصل شطار في عندي ضمير اهو بص كده في اخر اخر حاجة اخر جملة الضمير الهاء في خيره والضمير هم في اخلاقهم يبقى لازم يكون في ضمير او الرابط الايه الموجود طب الصدق يسمو بالفرد الصدق مبتدأ ويسمو هو الايه الخبر وخلي بالك يسمو هنا ما لها دي فعل يبقى على طول خبر جملة فعلي المسلمون يصمون رمضان يصمون دي ما لها فعل يبقى على طول جملة فعلي طب فين الضمير اللي موجود عندي او الرابط في كلمة يسمو اللي هو هو ضمير ما شاءتเกديره هو يعسمو هو طب يصمون فين الضمير قالك الضمير هنا واو الجماعة في كلمة يصمون اللي هي الواوا اللي قبل النون دي اسمها واو الجماعة جميل جدا الصدق من الفضائل ايه من الفضائل ده خبرش بجملة لا يحتاج الى رابط ولا يحتاج لا يحتاج تبعى عشان كده ما فيش هنا ايه هو فين الضمير ولا كده يبقى في المفرد وشبه الجملة لا يحتاج إلى رابط العصفور بين الأغصان بين الأغصان طبعا شبه إيه شبه جملة نبدأ بعد كده نشوف الخريطة اللي أنا بوضح لك بيها الخبر حسب شكله في الجملة يعني إيه مصر يعني لو أنت بصت في الجملة وحفصت الشكل اللي أنا هوضحه لك دلوقتي ولقيته هتعرف تطلع النوع بسهولة لو نوع الخبر مفرد شكله بيجي ازاي قلنا بيجي كلمة واحدة اسم وليست ظرفة كلمة واحدة اسم وليست ظرفة زي الطالبات المجتهدات محبوبات من شطر يقول للخبر هنا فين برافو عليك وهي كلمة ايه محبوبات إيه ده المجتهدات متنفعش متنفعش ولو دخلت قلت لك مثلا الطالبات المجتهدات بوسكت هتقول لي ايه ما لهم ما لهم هي دي ما لهم يبقى هي محبوبات لان كمان المجتهدات فيها ألف وليم بعد المبتدأ بيبقى 90% وغالبا ما بيكونش هو الايه الخبر الخبر الجملة الاسمية بيجي شكلين ضمير منفصل زي كلمة بعده بتكمل معناه زي الطالب هو مجتهد يبقى هو مجتهد كلها على بعضيها هي الايه الخبر الجملة الاسمية فين الرابط الضمير اللي هو قدام حضرتك ده اللي هو هو طيب نيجي بعد كده شكلتاني اسم زي الضمير متصل بها وكلمة اخرى تكمل معناه زي الطالب اجتهاده شايف هو دي اللي هي الهاء هي ضد الرابط كبير يبقى اجتهاده كبير كلها هي الايه الخبر جميل برافو عليكم الجملة الفعلية خبر الجملة الفعلية ده سهل جدا بيجي فعل بعد المبتدأ عشان يكمل معناه خلاص وغالبا فاعله بيكون ضمير مستطر زي ما اتكلمنا قبل كده المعلم يشرح الدرس باتقان تمام المعلم يشرح الدرس باتقان يبقى معناه كده ان كلمة يشرح هي دية الايه الخبر الله يشرح ديه مصر فعل ما احنا قلنا هيبقى خبر نوعه ايه جملة فعلية بس هل ينفع هنا هتقول يشرح خبر مرفوع لما ترفعوا الضمة كده هنه هزعل منك جدا وكل الناس هتزعل منك اللي بتحب النحو دي بسيطة جدا هتقول ده فعل مدارع عادي ومرفوع لما ترفعوا الضمة والفاعل ضمن المستطر تقديره هو اللي هو عيد على مين ها عيد على مين برافو عليك على المعلم يشرح هو الدرس الجملة الفعلية دي كلها هي اللي في محل رفع الايه الخبر هي دي اللي في محل رفع الخبر جميل شبه الجملة جر ومجرور زي ما قلنا يعني حرف جر واسم مجرور الظرف وبعدين مضاف ايه إليه زي ما بنقول السفينة في الماء ادتني معلومة طبعا هل أتقول لا أو غلاء لا ادتني معلومة ايه هوية السفينة في الماء الخبر هنا هتبقى الماء ولا فيه ولا اللي اتنين مع بعض اللي اتنين مع بعض في الماء جميل العصفور على الشجرة يبقى هنا الخبر هو على الشجرة محمد هناك إيه ده فين الخبر هنا هناك بس ليه بقى لأن هناك هنا ظرف خلي بالك يا أولاب هنا أو هناك دول بتعتبر من الظروف تمام وبتعتبر هي شبه جملة الوحدية هنا أو هناك ودي معلومة مهمة جدا لأن ساعات الناس بتقف قدامها وتبقى بسيطة هناك محمد مثلا يبقى أنا ألبت الموضوع يبقى شبه الجملة طلع قبل المبتدأ بتاعي بشوية بس يبقى هناك محمد أو لما أجل إيه هنا القاهرة إيه اللي حصل بوضوع بسيط جدا أصل الكلام القاهرة هنا وهنا وهناك وعبارة عن إيه عن شبه جملة يبقى شبه الجملة ممكن يكون يتقدم شوية على إيه المبتدأ بتاعه هو ينفع مصر آه ينفع ولكن دي مش هنتكلم فيها دلوقتي تعالوا بعد كده هل يمكن التحويل من نوع إلى آخر لو طلب منك في الامتحان ده آه طبعا لأن أنا الوقت فهمت الشكل ماشي إزاي فأقدر إن أنا أركب الخبر بتاعي زي ما أنا عايز وحول من نوع لنوع طب تعالوا نشوف كده أول خبر حول الخبر المفرد إلى جملة خلي بالك من الكلام حول الخبر المفرد إلى جملة الله واسع الرحمة طيب فين هنا الخبر الأول واسع هي الخبر بس كده واسع الرحمة دي مضاف إليه ملاش دعوة ملاش دعوة بالصفات والمضاف إليه والحاجات اللي جاية بعد لكن فين المعنى الأساسي الله واسع صح كده طيب لو أنا عايز أحول بقى لخبر جملة عندي طريقتين ده إما أخليها خبر جملة إسمية ده إما أخليها خبر جملة فعلية الأسهل بالنسبة لك أعمله أنا شايف هنا إن المعنى المناسب هنقول الله هجيب الكلمة اللي بعدية هنا وحط لها ضمير وشي الألف والله فهتبقى إيه الله رحمته واسعة فخلت هنا رحمته رحمة وبعدين الهاء وبعدين واسعة أدي عندي التلات إيه أركان بتوعي الخبر الجملة الإسمية اللي موجود تعالي نشوف العكس بقى لو حبيت أحول الخبر الجملة إلى مفرد خلي بالك عملنا الخبر المفرد إلى جملة عايز أخلي بقى الخبر الجملة إلى مفرد الشمس أشيعتها مشرقة فين الخبر أشيعتها مشرقة برافو طب لو خليت أنا عايزها تبقى مفرد بس فممكن أقول إيه الشمس مشرقة تمام تمام نبدأ بقى نشوف ملاحظات في غاية الأهمية الملاحظات دي مهمة جداً أولاد وهتنفعك لغاية سنوي كمان مش بس في السنة دي فلازم أنت تفهمها وتستوعب الجمل دي الضمائر البارزة المنفصلة يعني إيه الضمائر البارزة المنفصلة؟ دي أنا أخدها بالتفصيل في درس اسمه الضمائر ولكن أنت من أنت شايف الكلام قدامك أنا ونحن وهو وهي وهما وكل الضمائر دي دي لما بتيجي في الأول الجملة خلاص بتتعير بإيه؟ مفتدأ على طول بس ماينفعش أي ضمير أقول عليه مرفوع كده وخلاص فبقول عليه إيه؟ ضمير مبني في محل رفع فهنا جاية في الأول فهتقول في محل رفع مفتدأ تمام؟ طيب نجي بعد كده قد يتقدم الخبر على المفتدأ إذا كان الخبر شي بيجملة يعني زي ما قلنا هناك وزي ما قلنا في الفصل معلم فوق المندضة كتاب هو أصل الكلام هنا إيه؟ أصل الكلام ده المهم بقى أصل الكلام هنا كان معلم في الفصل كتاب فوق المندضة فلازم أنه بعد كده نبدأ أنه نشوف أصل الكلام عشان نعرف هو فين المبتدأ وفين إيه؟ الخبر طيب رقم ثلاثة إذا جاءت هنا أو هناك أو ثم في أول جملة تعرف شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم زي ما قلنا هناك أمل هنا القاهرة أصل الكلام إيه؟ أمل هناك والقاهرة هنا تمام؟ الإسم الواقع بعد لولا يعني ما أجل أقول إيه؟ لولا التعاون ما وجد السلام بين الشعور دايما بعد لولا يعرف مبتدأ مرفوع الخبر بتاعه محزوف يعني لولا التعاون أصله بقى لولا التعاون موجود ما وجد السلام بين الشعور دايما نيجي بعد كده في التدريبات المتنوعة على الدرس النجاح هو الذي يحرك العزيمة عند الطالب ويحفزه فنجاح الطالب في دراسته ينعكس على حياته فيكون منظما طموحا سعيه دائما إلى التفوق والنجاح أعرف ما فوق الخط الإعراب الأول هيبقى شامل الحاجات اللي انت خدتها بالسنة دي والحاجات اللي خدناها قبل كده من أول ربع ابتدائي فلازم أن انت تحدد نوع الجملة ولازم تفهم أو تفرق بين الإسم والفعل وكل الكلام ده لازم يكون في دماغك زائد الأفعال الناسخة والحروف الناسخة لازم تعمل عليها إيه؟ مراجعة بسيط هنبدأ دلوقتي نشوف إجابة أول جزء النجاح هو الذي يحرك العزيمة يحرك دي مدام فعل لازم أسأل نفسي مين الفاعل مين اللي بيحرك اللي بيحرك هو صح اللي هي النجاح يبقى العزيمة تتالب إيه؟ برافو عليك مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة نجي بعد كده فنجاح الطالبي فنجاح الطالبي كأنها حاجة وحدة كلمة مضافة للي قابليها عشان تديني معنى واحد هو معنى واحد نجاح الطالب دي حاجتين؟ لا هي حاجة واحد تدل على النجاح بتاع الطالب ده صح؟ طيب يبقى الطالب هنا طبعا كلمة نجاح ناكرة كلمة الطالب معرفة فتبقى مضاف إليه مجروع علامة جر الكسرة فيكون منظما طبعا دي خبر يكون منصوب علامة نصبه الفتحة طب فين اسمه يكون هنا ضمير مستدر تقديره هو فيكون هو منظما طيب نجي في الاستخراج بقى همزة قطع وآلف وصل خدناهم بالتفصيل في الدرس السابق اللي هو همزة القطع وآلف الوصل وطبعا الاستخراج هنا هيبقى بسيط جدا لان انت هتشوف اي كلمة فوقية همزة او تحتية همزة بدأ بيها يعني الكلمة هتقول ان دي همزة القطع لو بدأ بآلف بدون همزات بيبقى ألف وصل فمثلا ممكن نقول كلمة إله إله دي هتبقى همزة قطع وآلف الوصل هي كلمة الطالب نيجي بعد كده خبر واعربه وبينه هو دوت المطلوب بقى دلوقتي انا عندي اكتر من خبر هنا ولكن انا اخترت فنجاح الطالب في دراسته ها هتقول لي ايه ينعكس طب هتقول لي قبل ينعكس ايه ماله هي ماله دي هي اللي هتوصل لك للموضوع فنجاح الطالب ماله في دراسته فيهم تحاجة لس ماله ينعكس على حياتي يبقى ينعكس يبقى ينعكس ده فعل المضارع مرفوع على مترفع الضم عادي جدا هتعريبه فين الرابط يا حبيبي فين الضمير اللي احنا قلنا عليه ايه وعتين سادية نخلي بالنا يا أولاد من الكلام ده أول الفاعل هنا اللي هو الرابط يعني ضمير مستتر مبني في محل رفع فاعل وتقديره طبعا ايه هو ينعكس هو طيب الجملة الفعلية بقى من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المهتدى نوع الخبر هنا ايه خبر جملة فعلي نيجي بعد كده في رقم ثلاثة الشمس وعايزين خبر جملة اسمية أشععتها شديدة أشععتها مشرقة اي حاجة تنفع تبقى فيها الضمير اللي عائد وبين اسم وضمير وكلمة كمان او الشكل التاني مين شطر بقى اللي فاكر الشكل التاني للخبر الجملة الاسمية برافو ضمير منفصل لوحده وبعدين كلمة كمان يعني ممكن اقول الشمس ما لها الشمس هي مصدر الطاقة اه يبقى فين الجملة الخبر الجملة هنا هي مصدر تمام يبقى أشععتها شديدة او هي مصدر الطاقة السيارتان عايزين خبر مفرد اتفقنا خبر مفرد هنا يعني بيدل على عدد المفرد لا يقول بيدل على ايه ان هي كلمة واحدة ليست بجملة وليست بشبه جملة وليس لها رابط يربطها بالمبتدأ ولكن هي معلومة فقط بكلمة واحدة اسم فعشان كده هقول السيارتان ممكن تقولي جديدتان بس مين فاقش تقول بقى ايه السيارتان الجديدتان هتجى عشان بعدين هتقول لي ملها او ملهمة اه هي دي بقى الفكرة يبقى السيارتان جديدتان ما ينفعش نحط الايه الالف والله طالب العلم عايزين خبر بقى جملة فعلية هنقول اي فعل على طول بس يكون مناسب فهنقول طالب العلم يجتهد ممكن تكمل بقى المعنى او ممكن تكمل انت بقى الجملة جره مجرور او نعت او غيره او مضاف اليه حتى او اي شيء من الكلمات ولكن لازم تحط الفعل مدام قال لك خبر جملة فعلية فهنقول طالب العلمي يجتهد ممكن تقول لي بقى في دراسته في المدرسة اي حاجة طيب الوردة خبر شبه جملة بسيط في الحضيق او في البستان ماشي وبكده اعتقد ان احنا جمعنا كل الجزئيات اللي موجودة اتمنى ان شاء الله ان انا نراكم على خير في دروس مقبلة بالتوفيق دائما ان شاء الله السلام عليكم